السيدات والسادة مساء الخير التعليم دائما هو قضية القضايا وهو مثار اهتمام أي أمة تسعى للتقدم واللحاق بالعصر بدون تعليم جيد لا تنمية ولا اقتصاد قوي وبدون تعليم حديث لا بحث علمي ولا تحديث ولا تطور بدون تعليم حر لا حرية في الفكر والإبداع أوروبا منذ عصور الظلام لم تتقدم إلا بالتعليم وكان هو الأساس فيما سمي بعصر النهضة الدول التي وجهت أزمات وعانت من محن قومتها بإصلاح التعليم مصر أيضا قدمت نموذجا رائدا في الاعتماد على التعليم في بناء نهضتها كانت دائما زاخرة بالعلماء والمفكرين الذين اهتموا بإصلاح التعليم من علي مبارك وسلم موسى وطاع حسين إلى لويس عود وحامد عمار وغيرهم كانت البعثات وتعليم البنات وتدريس اللغات وحركة الترجمة والعلوم الحديثة هي الأساس في التطوير المستمر لبناء أجيال حملت على عطقها مهمة تطوير المجتمع ووضع بلدنا في مصاف الدول المتقدمة اليوم نلتقي بأستاذة للعلوم السياسية والاجتماعية اهتمت كثيرا بمجال التعليم كحق من حقوق الإنسان وكمشروع قومي لصناعة المستقبل عن التعليم والتنمية وحقوق الإنسان حديث جديد من مصر أهلا بكم موسيقى